طبعا طبعا عشان اسألت كتير قوي وكابتن هاني اكيد من غير ما اعرف من غير ما يقولي كلنا اتسألنا النهاردة عن حالة اللعيبة كلنا اتسألنا النهاردة كلكم تابعين اكيد حالة الارتباطات الدولية وبنتابع حالة لعبة الالي والكل كان بيتمنى ان اللعيبة ترجع او تعود بدون اي اصابات واحنا بنشوف المباريات الدولية كل واحد النهاردة كان حاطت ايده على قلبه والنهاردة اه حصلت اصابات وشوفنا محمد هاني خرج من معسكر المنتخب بسبب اصابته وايمن اشرف اتعرض يمكن لكادمة قوية مع انه اثار انه يكمل مباراة مبارح اليو ديانج الناس كلها نهاردة عايزة تطمن على ديانج بعد ما خرج في الديئة الستين كان مصاب النهاردة رجع باذن الله كويس جدا ويمكن كتب حتى على صفحته انه كويس علي معلول برضو كان بتعرض لاصابة وكمل مباراته للنهاية طبعا اخبار مقلقة جدا بس احنا من شاشة قناة الاهلي هنقول رسالة طمأنينة خلينا نقول لجماهير الاهلي اللي بتحب الاهلي وعاشقة للكيان ان شاء الله الاهلي هياخد المباراة دي مباراة الزمالك بالقوة الضاربة وان شاء الله كل اللاعبين هيكونوا جاهزين في خلال ثلاثة ايام على اقصى تقدير ان شاء الله يا رب ومحمد هاني ان شاء الله ثلاثة ايام هيكون جاهز عشان يشارك في التدريبات الجماعية وديانج كابتن سيد عبدالحفيز اتصل بيه وتأكد انه هو بخير والاصابة دي بإذن الله بسيطة علي معلول استكمل مباراته بدون اي مشاكل ايمن اشرف خلال 48 ساعة جاهز محمد الشناوي ما بيعانيش من اي مشاكل الحمد لله ما بيشتكيش من حاجة وهيكون جاهزا للقاء بإذن الله لقاء الزمالك وكمان بنأكد مرة تانية ان لعيبة الاهلي الدوليين بيجروا المسحة النهاردة مسحة كورونا فيروس مع بعثة المنتخب وجميع المسحات الحمد لله يا رب جاءت سلبية معادة طبعا احمد حسن كوكة من مبارح شادل جلاني المنصق الاعلامي للفريق ومحمد عبدو برضو مدلك الفريق يعني بنقولهم الف سلامة ترجعوا ان شاء الله في قرب وقت طبعا كان بتنهاني دي كانت رسالة طمأنينة لجماهير النادي الاهلي واللي احنا الحمد لله يعني كنا لازم نطمن الجمهور اشتركوا في القناة